اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اكد ان الجهود البارزة التي يبدلها ابناء البحرين في مختلف القطاعات وما يطلعون به من ادوار فاعلة لرفعة ومنصلة تقدم الوطن تجسد روح فريق البحرين الواحد الحاضرة خلف كل انجاز يتحقق لصالح الوطن والمواطن فجميعنا اليوم شركاء في مسيرة التنمية والتطوير واشار سموه الى ما تشهده مسارات العمل من تنسيق مشترك وعمل متكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الاهلي اثمر عن تحقيق المزيد من الانجازات التنموية لصالح الوطن والمواطن بما يدعم اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر القضيبية معالي السيد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ونواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورؤساء اللجان بالمجلسين بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من اصحاب السعادة الوزراء وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس عرفة تجارة وصناعة البحرين حيث نوه سموه بالجهود القائمة لتحقيق تطلعات المواطنين ودعم توظيفهم وخلق المستقبل المستدام امامهم مؤكدا سموه على اهمية مواصلة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يسهم في تعزيز استدامة النمو والتنوع الاقتصادي ويدعم مسارات التنمية المختلفة ويعود بالخير والنفع على الوطني والمواطن وقال سموه ان القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مسيرة البناء والتنمية ونؤكد تقديرنا للجهود المشتركة لتوفير البيئة الملائمة التي تسهم في خلق مزيد من الفرص النوعية امام ابناء الوطن مؤكدا سموه اهمية مواصلة العمل على طرح مزيد من المبادرات والبرامج النوعية بالتعاون مع القطاع الخاص ومواصلة تطويرها بما يحقق الاهداف والنتائج المرجوة من جانبهما اعرب معالي رئيس مجلس النواب ورئيس عرفة تجارة وصناعة البحرين عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام ومتابعة مستمرة لمسارات التعاون والعمل المشترك مؤكدين مواصلة العمل بكل عزم وبدل المزيد في خدمة مملكة البحرين وابنائها